أرحب بكم مجدداً مشاهدين الكرام المواطن دائماً هو محور خطة الدولة الاستراتيجية في التنمية على مدار السنوات الماضية كانت الفئات الأولى برعاية على رأس أولوية هذه المرحلة من بين هذه الفئات دول همم والقدرات الخاصة الذين حضوا بدعم واهتمام متواصل على كافة المستويات ونفذت العديد من المبادرات والمشروعات لرعايتهم أيضاً في إطار اهتمام الدولة بالمواطن كانت المبادرة العملاقة والمشروع الكبير حياة كريمة والذي مثل نقلة نوعية لأهلين في الريف المصري ووفر لهم خدمات في جميع المجالات أيضاً هناك خطة كبيرة لتوطين الصناعة هدفها أولاً وأخيراً توفير فرص العمل وتحسين حياة المواطنين كل هذه القضايا وأكثر نناقشها مع ضيفنا الكاتب الصحفي الكبير الأستاذ عبد الحليم قنديل أهلاً بحضرتك أستاذ عبد الحليم ونبدأ بيئة المحور الأول في حادثنا عن ما نعتبر نقلة نوعية في تمكين دوي الهمم يعني من أشياء كثيرة جداً لأن هناك جهود متواصلة من الدولة واهتمام بالغ يمكن لم نكن نشهده من قبل فيما يتعلق بدوي الهمم فضل يعني هو النقاط المختلفة التي طرحت في التقديم كانت فيما نعرف محاور أساسية في حديث الرئيس السيسي في زيارته للدائقة ليه؟ نعرف طبعاً أنه زار مدينة المنصورة الجديدة جمعة المنصورة الجديدة زار مدينة ومركز شيربين وطبعاً في هذه الأماكن بإحاءاتها واضح الاهتمام بالجوانب التي أشرت إليها في التقديم في زاو الهمم طبعاً وفي فقرة سابقة تحدثتم كثيراً عن قوانين تطوير القانوني للتعامل مع دوي الهمم أو دوي الإعاقة وهو منسبة كبيرة جداً في هذا البلد يعني قد تصل إلى 15% من سكان البلد لم يكن هناك اهتمام سابق بالتعامل معهم من أول رصيف الشارع وصولاً لخدمات الصحية أو التعليمية أو رعاية النابغين أود أن أشير إلى نقطة تتعلق بالحدث المزدوج يعني زيارة الرئيس للدائلية والاهتمام بزاو الهمم طبعاً نعرف أنه أثناء زيارة الرئيس أن أنا أصلاً من الدائلية وأفخر بمسقط رأسي مع فخري طبعاً بمصر كلها والدائلية عموماً قدمت لهذا البلد سواء هي كجغرافيا أو محيطها الثقافي في المحافظات المجاورة الغربية الشرقية القليوبية دميات يعني هناك أجزاء كبيرة من هذه المحافظات ارتبطت أجيالاً وراء أجيال بالمنصورة قدمت عدد هائل جداً يعني قدمت فيه ظني وأرجو أنه يكون زائداً في التعصب القسم الأعظم من علماء هذا البلد ونبغي ومن الفنانين والأدباء والشعراء وطبعاً يكفي لأنه لا يمكن ضرب أمثلة يكفي ضرب مثال واحد هو أم كلسون طبعاً اللي من طمي الظهيرة في السنة بن لوين عشان نعرف ماذا تعني الدقاهلية في تاريخ هذا البلد جانب آخر المنصورة مدينة داخلية ليست مطلة على الساحل لكن كمان تاريخياً ظهرت لها إطلالة على الساحل اللي هي جمصة المقامة في جوارها مدينة المنصورة الجديدة ولو تأملت الخرائط هتجد أنه هذه المدينة رغم أنها مدينة داخلية والداخل يكون أقل احتكاكاً بالعالم وتطلعاته وتغيراته لكن المنصورة لتاريخ معين يتعلق بحملات الصليبية وإلى آخره وطبعاً فيه لها تراث في الاحتكاك المبكر كأنها مدينة ساحلية فهي جمعت فضاء المدن الداخلية في الكلام عن أصالة العادات والتقاليد وفضاء المدن الساحلية في الاطلاع على العالم الفاسيح من حوله حين كرم الرئيس السيسي عدداً من النوابغ من ذوي القدرات الخاصة في المنصورة وفي الداخلية بصفة عامة كانت من بينهم النابغة الملقبة في دوائر إعلامية الآن بقاهرة الظلام اللي هي رانا حامد عبد الواحد بالمصادفة السعيدة رانا حامد عبد الواحد دي هذه أمها التي ظهرت معها في صورة التكريم الرئاسي اللي هي سيدة سعاد عبد الرازق هي بنت خالتي مباشرة بنت خالي أسف مباشرة يعني إضافة لفرحتي عموماً بتسليط الضوء على الداخلية ومكانة المنصورة في التاريخ المصري في ارتباط عائلي خاص بهذه النابغة التي حصلت لأول مرة من بين المكفوفين يعني كانت الأولى على السنوات العامة في عموم الجمهورية بين المكفوفين ثم هي حصلت على دكتوراه في الأدب الإنجليزي من كلية الأدب جامعة المنصورة فلدي يعني ارتباط بمسقة الرأس وارتباط حتى عائلي ببعض من كرمهم الرئيس خلال زيارته في حقيقة الاهتمام بزاو الهمم عموماً واحد من ملامح العصر الراهن أو الإدارة الراهن طبعاً لا تدال هناك في ظن مجهودات كثيرة يجب بذلها لأنه قتلة هائلة من السكان واقعة في هذا الحيز الذي نطلق عليه جاو الهمم أو زاو الإعاقة أو كذا طبعاً وبينهم تركيز على بطولاتهم سواء إنجازاتهم العلمية أو الرياضية أو الثقافية البنت اللي قابلها الرئيس ياسمين اللي بتعزفه في نفس الوقت قدمت له هدية رمزية عبارة عن سبحة من فيروز يعني إلى آخره فيه هناك طاقات كانت معزولة في هذا المجتمع كان منظوراً إليها بعين الشافقة لغير دمجها في المجموع المصري سواء ثقافياً أو فنياً أو رياضياً هو بالأكيد مكسب لمصر كلها طيب يعني كما ذكرنا في المقدمة أشياء كثيرة جداً كلها هدفها المواطن صالح المواطن المصري من ضمنها داوي الهمم اللي حضرتك يعني تحددت عنهم ولكن أيضاً هناك جهود كبيرة جداً لو تحددتنا عن الريف المصري وحياة كريمة هذه المبادرة العملاقة اللي تحاولت لمشروع قاومي كبير يعني الريف المصري لم يكن ينتبه له من قبل بهذا الشكل يا أستاذ عبد الحليم ما فيه الشك يعني ما الذي تم إلى الآن كيف تنظر إليه في مرحلة الانحسار يعني بعد مرحلة من التوسع والتنمية والتصنيع وتاريخ مصرور رئيس سيسي نفسه تكلم عن هذا أنه من خمسين سنة وإحنا دخلنا في غيبوبة طويلة الأمد يعني في مرحلة الانحسار حتى لنقول الانهيار حصل المشهد التالي اللي هو التمييز الجغرافي بقى شلطة الحكم في البلد مهتمة أساساً بالقاهرة دون الأقاليم ولو مدت اهتمامها الأقاليم تمدها إلى الدلتا دون الصعيد ولو مدت الاهتمام لمدن مصر كلها يسقط الاهتمام بالريف فكرة تكسر هذا التمييز وهي واحدة من الملامح الجوهرية لمشروع حياة كريمة أو ما أسميه أفضل أن أسميه تجديد الريف في المصر عادة بعث الريف المصر طبعاً هناك نظرات رومانتيكية عن بعث الريف أنه هو الريف اللي كنا بنشوفه في السينما أو كذا يعني دي نظرات طبعاً يشبها كثير من الشطحات يعني هي غير حقيقية ولا تجسد البؤس الذي عاشه الريف المصري من سبعين سنة تقريباً لم يمد أحد بصره من سلطة الحكم إلى ما يجري في الريف الريف المصري وده واحدة كانت من مفاجآت بالنسبة للمراقبين للتطور المصري لذال يحتوي إلى الآن على ستين في المئة من سكان البلد يعني كان هناك تصور أنه المدن هي التي يتحوي كلها للمدن هذه نظرة يعني أنا أعذر من يراها لسبب بسيط لكن هي نظرة فيها قدر كبير من المماطي لأنه في تخديري جرت أيضاً هجرة معاكسة للريف بسبب تعذر الحصول على مساكن أو اكتزاز المدن أو تريه في المدن نفسها أو تقصير المسافات بين الحياة في الريف والحياة في المدن ما عادش حد بيقعد في بيته بس في ناس ممكن تأجر في الريف دلوقتي وممكن تسكن في بناء متعدد الطوابق وإلى آخره ويعني فنفس المشاكل اللي موجودة في المدن زحفت إلى الريف خاصة المدن الصغرى فهناك أيضاً اكتزاز سكاني في الريف يعني أنا قرية التي أنتم إليها وهي مسقط رأسي فيها خمسين ألف دلوقتي يعني إذا كان مشروحها يا كريمة تكلم عن قرية الحصص في مركز شيربين التي جرى عرض تجربة تطويرها في زيارة الرئيس سيسي شيربين وشيربين بالمناسبة طبعاً كما نعلم إحدى قرها اللي هي الأبرشية مسقط رأس الزميل الراحل وائل الأبرشي الله يرحب فهنا عندك الحصص وتوابحها اللي طبعاً تعرف فيه هنا عندنا فوق الأربعة تلاف وخمسمائة قرية وفيه توابع ونجوع وكفور وكذا بتصل في مجموحها إلى تلاتين ألفاً أو ما يقارب تلاتين ألفاً فمثالاً قرية الحصص قرية الحصص بتوابحها بتصل لحوالي خمسة وعشرين تابع فالتطوير الهائل اللي جرى فيها هو مثال بيجسد فكرة تجديد الريف لأنه زي ما قلت من أول ضربة مشروع الإصلاح الزراعي لم يلتفت أحد إلى الريف في ظل الانهيارات التي جرت من خمسين سنة فتجديد الريف وإعادة بناء الريف هي جزء من إعادة بناء البلد لأنه قلنا كثيراً قبل سورة خمسة وعشرين ناري في 2011 إن البلد عايزة بلد ففي توسع جغرافي خروج من الوادي إلى مساحة مصرية أوسع مضعف بالمعمور المصري من 7% إلى 14% مشروع حياة كريمة التي كانت التقديرات من قبل حول كلفته تصل إلى 700 مليار جنيه الرئيس قال إنه زادت التكلفة إلى 1000 مليار يعني إلى تريليون جنيه مصري يعني زادت بمقدار 300 مليار جنيه و300 مليار جنيه حتى بسعر الصرف المتراجع الآن يعني 12 مليار دولار مضافة ما زال رقم ضخم للغاية ما زال رقم ضخم وهو نفسه الرئيس التكلم عن رقم ضخم طبعاً الزيادة في التكاليف قد تؤثر على الجدول للزمن الذي كان مضروباً اللي هو ثلاث سنوات ولكن في النهاية هذا مشروع يعني ببساطة يعاني الدمج هذه المناطق في المجموع المصري لأن دايماً كنا بنركز ده أهلية القاهرة وشوارع القاهرة شما بعد كده ندور أسكندريا شوية ما ندورش وبعدين ننسى الباقي فمصر كمجموع مصري بيتم عادة تظهرها الآن بمشروع تجديد الريف وأظن أنه زيارة الرئيس السيسي لده أهلية يعني هذه ليست معلومة وإنما يعني توقع يبدو طبيعياً قد تكون مقدمة لزيارات أخرى للرئيس إلى المحافظات مهم جداً أن نطل على مصر باتساحة وليس بالصورة المحدودة التي يمكن أن نطل عليها من كبرى أصر الميل طيب بمناسبة لزيارة الرئيس للمنصورة الجديدة كيف رأيت أنت يا أستاذ عبد الحليم ما تم في هذه المدينة الجديدة التي تعتبر طبعاً من المدن الدكية أنا لفت نظري طبعاً التحسب لفكرة أنه بعد خمسين سنة ممكن يرتفع طبعاً من ضمن تغيرات المناخ منسوب البحر وطبعاً هذا قائم أيضاً في اسكندريا وكل المدن أو كل المدن الساحلية لأن كما قلت المنصورة مدينة داخلية لكن المنصورة الجديدة مع جمصة يعني لو شفت الخريطة تلتقى جمصة وكذا كأنها جزء من جغرافيا دومياط مش جغرافيا المنصورة بل أن مدينة قرية دقاهلة التي سميت باسمها محافظة الدقاهلية تقع الآن إدارياً ضمن محافظة دومياط دومياط يعني احنا مش هنطلب بأهم لك طبعاً لكن الفكرة الأساسية كلها محافظاتنا يا أستاذ عبد الحليل طبعاً الفكرة الأساسية أنه أنت ده أهلية قلب الدلتا طبعاً بقية محافظات الدلتا تحتاج إلى متابعة لأن ده بيقرب المسافة طبعاً الأعلام بيلعب دور هائل جداً والصورة بالذات وليست الكلمات بتلعب الدور المباشر المطلوب في ظني زيارات أخرى للرئيس تركيز الرئيس ودمجه بين فكرة حياة كريمة بمعنى تجديد الريف وفكرة توطين الصناع وده شيء مهم جداً ما هو ده بقى المحور الأخير وأنا سعيد جداً باستضافتك لهذا باستضافتك للأستاذ كلية الهندسة اللي تكلم عن تصنيع وحدة لإنتاج الهيدروني هذا هو المطلوب أنه برزه على السطح وفي عيون الناس المخترع العالم المضيف الطاقة المضافة ده المصر التي أتصور أنها الجديرة بالإشادة كنت حضرتك دايماً بتتحدث عن هذا الموضوع في أحدثنا التصنيع الشامل لا تخلو حلقة من هذا البنامج إلا ونتكلم عن مشروع جديد صناعي تم في مصر عن يعني مكونات محلية للمرة الأولى هذه الوحدة اللي حضرك بتتحدث عنها 35% يعني خفضاً خفضاً في الإنتاج عن عن المستورد فوق خفض التكلفة فكرة إعادة بعث الروح المصرية مقدرتك على المساهمة والمشاركة في صناعة العالم وليس أن تقف على ضفاف المستهلكين أو في زواياهم وتؤثر فيك ما هو رئيس سيسي نفسه وده أمر مسلم به هو ليه إحنا عندنا أزمة الدولار وغير الدولار والكلام من ده ده بساطة الشديدة جداً لأننا نستورد كثيراً يعني حجم الاستراض ضعف التصدير رغم أنه التصدير زاد أو تحسنت أرقامه في السنوات الأخيرة الفكرة الأساسية أنه هذا ليس طرفاً هذه أولوية مطلقة لهذا البلد في توطين الصناعة سبق وأنا أؤكد على ذلك ما قاله الرئيس في أنه الصناعة مش بسي إحنا بنتكلم عن استراض مشتلزمات الانتاج بنتشف أن إحنا مشتلزمات الانتاج ده مكونات انتاج ومش مستلزمات مش مواد خام فقط ودي هذا وجه الخلل اللي بيخلي بعض الصناعات مكونات انتاج يعني فيها قيمة مضافة حصلت تجميع المحسن ففكرة عشان تحصل على القيمة مضافة للتصنيع أنت لازم تتكلم عن تصنيع الآلات والمكينات والمحركات ده تحدي قد يراه البعض حلماً لكن أنا رأيي أن مصر بمقدراتها الحالية بكفاءتها الحالية بقرارها السياسي الذي استقر على أولوية التصنيع الشامل لأن القضية قضية تعلق بالإرادة في الأساس العالم مفتوح ويمكن لك أن تستفيد من أشياء كثيرة جداً بس المهم أنت مقرر إيه؟ إيه قرارك؟ إيه قرارك؟ أنا لا أدعو هنا وأؤكد على المسألة دي ألف مرة أنا لا أدعو لإهمال الموارد الرعية سواء السياحة أو عائدات عمل مصير الخارج أو من باب أولى طبعاً قناة السويس رسوم الملح لكن أنا ما أدعو إليه إعادة وضع الهرم على قاعدته الإنتاجية وأنه جوانب الإنتاج المختلفة فيه جوانب قابلة لاستنفاذ زي الزراعة فيه توسع بس في النهاية محكومة بأن أنت بتستخدم المية مرتين وثلاثة وبترشد استخدامها وبتعمل كل مجهود لكن في النهاية فيه سقف التقنية والصناعة بلا سقف بمعنى أن الامتداد الرأسي والتطور الرأسي بلا حدود بلا حدود لأنه رأس ماله الطاقة البشرية وطبعاً رؤوس الأموال سواء جذب الاستثمار الأجنابي أو أن الاستثمار الدولة الاستثمار العام يتوجه أساساً إلى التصنيع التصنيع مش بس زي ما قلت بيعمل الرئيس كلم عن خفض فاتورة الاستراد فيه طريقتين أنه أنت كمان بتحل طاقة التصدير محل طاقة الاستراد فتتقرب الأرقام اتنين بتعمل إحلال محل الوردات بالتصنيع المحلي ومصر قادرة على تصنيع المحلي وأنا أعرف شخصياً تجارب عديدة جداً في صناعة التلومبات وغير التلومبات قرار رئيس سي سي أنه يطعت الأولياء في مشروع حياة كريمة بهذا الإنفاق الضخم اللي هو وصل لتريليون جنيه للصناعات المصرية يعني الحاجات اللي هتورد وده طبعاً من شأنه أن يعني يحفز الصناع أريد أن نحفز الصناع عامة اللي هو استثمار الدولة وفي القطاع الخاص أريد أن نخلق ثقافة جديدة أنه مصر تحتاج إلى أن تتحول لدولة صناعية كاملة الأوصاف هذا هو مشروع مصر القومي حقاً أنا أشكرك شكراً جزيلاً على حوارك أستاذنا الكذب الصحفي الكبير الأستاذ عبد الحليم قنديل شكراً لحضورك